اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل التخصيص حسب الموقع الفعلي على حسابك الخاص تويتر سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأعلى نقوم بالضغط على الصورة مصغرة في الآلة ثم بعد ذلك سوف تظهر معنا نفيد على هذا الشكل هنا نأتي إلى الإعدادات ثم إن الإعدادات والخصوصية نقوم بالضغط عليها هنا ثم بعد ذلك نأتي إلى الخصوصية والأمان نقوم بالضغط عليه بعد ذلك نأتي إلى نافذات الخصوصية والأمان نقوم بالنزل إلى الأسفل نأتي إلى الموقع الجغرافي هنا نضغط عليه بعد ذلك نأتي إلى التخصيص حسب الموقع الفعلي نقوم بإلغاء تفعيله من خلال الضغط على علامة الزرقاء وهنا تم إلغاء تفعيل هذه الميزة على حسابك الخاص تويتر وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الشراك والضغط على عجزة اللايك والتعقيم في فيديو اخر ان شاء الله